أعلن رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 60 مدرسة خردت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأنرواء قالت إن نحو 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن نحو 50 من مباني الوكالة بينها المدارس تضررت بسبب الحرب الدائرة